مرحبا بكم مشاهدنا كرام اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الليلي تحية مساء عاطرانة زفا لكل المتابعين اينما كانوا سواء داخل المغرب وخارج المغرب وتحية رياضية لكل الجماهير الرياضية المغربية اينما كانت سواء داخل المغرب وخارج المغرب بطبيعة الحال ربما اليوم بعتت المنتخب الوطني شدت الرحال نحو ديار الكاميرونية من اجل مشاركة في كأس افريقيا والتي ستنطلق في ملاعب الكاميرونية بين يومي التاسع يناير والسادس فبراير هذه المشاركة التي تضم اربع وعشرين منتخبا والمنتخب الوطني بطبيعة الحال يشارك في هذه النسخة لهذه السنة باسماء بارزة لعل ربما ابرزهم سفيان الرحيمي وايضا نوصير واسماء كثيرة فيما غابت ايضا ربما كانت ستعطي الاضافة النوعية للنخبة الوطنية لكن هذه السنة ما هي الارتسامة ديالكم والتوقع ديالكم للمنتخب الوطني هل سيتمكن من تجاوز الدور الاول والعبور للدور التاني خاصة في ظل تواجد منتخبات عتيدة في هذه النسخة بطبيعة الحال فربما المغرب اليوم معنوياته جد مرتفعة ويمن النفس بالعودة من الديار الكاميرونية بنتائج مبهرة بنتائج ربما تنسينا في النكسات التي عفوا في النكسات التي كانت الى الامس القريب ترافق وتلازم النخبة الوطنية كتيبة وحيد ربما ستدخل يعني هذا النسخة بالمباراة الاولى في العاشر يناير من الفين واثنين وعشرين امام غانا غانا منتخب قوي غانا يضم اسمه ربما تلعب في اعتد الفرق الاوروبية خاصة في الدوري الانجليزي وايضا في الدوري الفرنسي ومجموعة من الاسماء لكن النخبة الوطنية ان شاء الله كانت من لها حد سعيد ونتمنى ان تدوب بطبيعة الحال ربما سوء الحد وسوء الطالع الذي لا طالما يرافق المنتخب الوطني اقل ما يمكن ان ننتظره من النخبة الوطنية هو العبور الى النصف فربما منذ سنة الفين واربعة لم نبلغ المربع الدهبي ولم نبلغ طبيعة الحال النهائي فنهائية كأس افريقيا لهذا الموسم لديها طعم خاص وتنتظر طبيعة الحال من الجماهير ان تساند النخبة الوطنية فالمباراة الاولى ستكون في العاشر من يناير امام منتخب غانا وربما المغرب لا لن يكون يعني بالفريس السهل امام المنتخب الغاني لكن في غياب مجموعة من الاسمال التي كنا نعول عليها خاصة النجم الزياش زياش اللي ربما الكل يتسأل عن الغياب دياله وايضا اه كتير من الاسمال اللي غابت على هذه الدورة ولم ترافق النخبة الوطنية اليوم الى ديار الكاميرونية فوحيد المدرب اه وحيد جد متفائل المشاركة هذه النسخة وبالتالي فقد نحاول نقرأ اخواني الكرام تعليق ديالكم حمزة تحية لك شكرا لك علي صغير كيقول لا ما يقدرش لا يا اخي فكل شيء ممكن ممكن اننا نشوف منتخب وجه اخر رغم يعني عدم الانسجام نوعا ما ورغم يعني قلة يعني المباريات اللي خدتها النخبة الوطنية اه فكلنا يعني اه امام المنتخب الوطني وسنتمنى له فقط الخير وان يعود بنتائج مفرحة بنتائج لممكن اننا انسو بها الاخفاقات النكسات يعني ديالكورة الوطنية مؤخرا خاصة في كأس العرب وايضا في كأس سوبر الافريقي حينما نهزم النسور الخضر الرجع البيضوي امام الاهل المصري في مبارا النهائي لكأس سوبر وغيرها من النكسات اللي رافقت عفوا يعني المشاركات المغربية خاصة على المستوى الدولي حمزك يقول على الله كيخسروا في الدرام ويروح للكاميرو هما في الأسبوع الأول عندهم الرجوع للمغرب ما نكون نشع والتنين متشائمين فاكين مجموعة من العناصر مجموعة من اللاعبين لربما غادي يكون لديهم بطبيعة الحال واحد اه اضافة نوعية المنتخب الوطني غادي نذكره بطبيعة الحال اه ب لاعبين اللي تم الاستدعاء ديالهم المشاركة في كأس افريقيا فعلى مستوى حرصة المرمان الجيد ياسين بونو من اشبيليا الاسباني وايضا مونير المحمدي من هاتاي سبور التوركي وايضا احمد ريدا التيقناوتي من الوداد الرياضي البيضوي وعلى مستوى الدفاع نجد ادم سيناء واتفورد الانجليزي وايضا الدفاع ايضا اشرف حاكمي من الفرنسي وصفيان الكوش بطبيعة الحال من الفرنسي وكان ايضا على مستوى كتيبة الدفاع كان وجده ايضا سفيان القرواني من الهولندي وطبيعة الحال كان رومان سايس من الدوري الانجليزي والاخر وبالضبط بنادي وولفر هوم بطبيعة الحال وكان نايف اكراد من رين الفرنسي وكان ايضا سفيان شكل من فيار ريال اسباني وكان ايضا سامي اه ماي من فرنا فروس المجاري وكان ايضا محمد شيبي من الجيش الملكي وعلى مستوى ايضا صخرة الدفاع باضر بانون من الاهلي المصري صراحة يعني مجموعة ملاعبين على المستوى الوسط كان سفيان المرابط من فرونتين الايطالي وكان ايضا عزدين اناح اي كان فيصل اه فاجر وايضا كان ايمان برقوق الياس شعبار كان ايضا عمرا لوزا كان سليم املاح وسفيان رحيمي وايضا زكريا ابو خلال وكان مونير الحدادي من اشبيليا الاسباني وكان سفيان بوفال من انجي الفرنسي وكان ايضا يوسف الناصري بطبيعة الحال فالمنتخب المغربي سينافس في المجموعة تبكأ سفريقيا اه كل من غانا وجزر قمر والقابون صراحة مجموعة قوية مجموعة لممكن ربما المنتخب المغربي يبقى من بين يعني المنتخبات اكتر يعني اه ترشيح البلوغ الدور التاني اه في وقت مبكر لكن ربما غادي تكون مفاجآت اه لقدر له فكنتمنوا يعني ان النخبة المغربية بطبيعة الحال لانها اه تعطي كل ما في الجوع بديلها باش اننا نشوف انتصارات وانتصارات لا شيء غير الانتصار سيشفي غليل المغاربة وغليل اه الجماهير المغربية فا اه موش مصطفى كيقول مستحيل المغرب تعدبنا فيه بزاف اخي اخي احسان كيقول لا يمكن بلوغ الدور التاني اه صراحة نشوف الناس متشامين بزاف لكن يعني هاد الاسماء ربما غاد نعطيهم تاهمة فرصة باش انهم يبرزوا على علو الكعب ديالهم وبالتالي فكل شيء ممكن ممكن اننا نشوف المنتخب الوطني في الدور التاني وهذا اقل انجاز ممكن انه يحق في ضل يعني الوضع الحالي وفي ضل ايضا هاد الانتكاسات اللي كنشوف مؤخرا فالنخبة الوطنية شدت الرحال نحو الكاميرون بمعنويات جد مرتفعة على ان تكون ضربت البداية امام منتخب غانا في العاشر من يناير على ان يواجهه المنتخب المغرب في المقابلة التانية جزر القمر ثم القابون في الجولة التالتة والاخيرة وبتالي فغانا ستكون يعني مقابلة لممكن ان المنتخب الوطني اقتنص في النقاط التلات حينما يتمكن يعني من معرفة كيف يسير اقاع الغانيين رغم ان المنتخب الغاني يضم اسماء ربما بارزة واسماء كتمتاز بالاندفاع البدني وكتمتاز ايضا بتقنيات ومؤهلات جد عالية خاصة حينما نتحدث عن اسماء كثيرة اللي ممكن انها تخلق الفارق وتخلق مفاجأة وتعدب طبيعة الحال كتبت واحد في هذا النزال على ايين كانت من احد سعيد النخبة الوطنية وكانت من ان شاء الله اننا نشوف منتخب قوي منتخب اللي يكون يعني طبيعة الحال ند لند امام كل منتخبات المشاركة خاصة يعني في هذه المجموعة اللي كتضم جزر القمر والقابون وغانا وبتالي فلا شيء سوى الانتصار في المقابلة الاولى حتى تفتتح الشهية للعبين ويلعبون باريحية بدون ضغط وبدون اي مركب نقص مرادك يقول نعم سوف يفزون بكأس الفريقية لما لا يا اخي الكريم كل شيء ممكن ليس هناك اي منتخب صغير او منتخب كبير كل منتخبات لديها حدود ولديها طبيعة الحال امل في اه الدهب بعيدا في هذه النسخة دي الكأس الفريقية موسى كيقول ضغط لشي فريق قوي بحرير البرسل من المغرب لا علاقة بالكرة يا اخي نحن وطنيون والمنتخب المغربي يمثل كل ابناء اهد الشعب شكرا لك محمد كيقول كنخافو لا تكونش انتقاسة اخرى كنتمنى ان المنتخب الوطني بطبيعة الحال انه يحقق نتائج ايجابية فهذه النسخة ولما لا اننا نتجاوز الدور الاول وهذا هو الطموح وهذا هو المبتغذية لكل المغاربة وان شاء الله اه في حينها غادي نشوفه بطبيعة الحال يعني الادوار الاخرى وغادي لعب المنتخب الوطني يعني باريحية اكتر حينما يتجاوز الدور الاول وان شاء الله فالمقابلة الاولى امام غانا لن تكون بالسهلة وستكون بمثابة المفتاح الذي سيضع المنتخب الوطني في السكة الصحيحة ان شاء الله فوحيد خليلو زيتش اعلن انا يعني واحد قائمة اللي ضمت 28 لاعب بطبيعة الحال اللي عرضنا الاسماء ديالهم ولعل ابرز الغائبين هو الزياش اللي بطبيعة الحال يعد بين نجوم المنتخب الوطني وايضا عبدالصمد الزلزولي لفج المغرب قبل بداية كأس افريقيا تخلي عن المنتخب الوطني وتمثيل اسبانيا على اي نفع للتذكير فقط فالمنتخب الوطني توجه باللقب الاول في التاريخ دياله عام 1976 فيما بلغ النهائي اه امام تونس والتي انهزم اه في المقابلة النهائية في سنة 2004 وبالتالي كانت منه يعني هده السنة ديال 2022 تكون سنة مفتاح سنة فالخير النخب الوطنية ولما لا انه يحقق بطبيعة الحال نتائج ايجابية ويحقق المبتغى ان شاء الله اخواني الكرام اه فبطبيعة الحال ربما النخبة الوطنية هذ اه في هذه النسخة اه غدي تعطي اشيء الكثير خاصة في دل تواجد من جمعة من الاسماء اللي اه تبحث عن موطئ قدم لها ضمن تشكيلة النخبة الوطنية وبالتالي فكانت منه يعني اه كل الحدود متوفرة وكل الامكانيات قد اه وضعت امام كتبة وحيد التي اه لن تكون وحيدة وستكون مساندة بالاف الجماهير وبالاف المغاربة باذن الله تعالى وبركته فكانت منه ما تكون شعورتاني انتكاسة اخرى كانت منه يعني اننا على الاقل نتجوز الدور الاول اه وبالتالي فسواء لا المنتخب الغاني ولا القابون ربما هذين المنتخبين هما الذين سينافسان المنتخب الوطني المغربي في العبور نحو الظور التاني فتحية لكم اخواني الكرام وعلى امل اللقاء بكم في بات مباشر اخر ان شاء الله نستودعكم الله الى الملتقى اشتركوا في القناة